شراكة مجتمعية بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع خدمية وتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان حيث أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن حزمة جديدة من المبادرات الاستثمارية المجتمعية شملت 12 اتفاقية بقيمة 690 ألف ريال عماني طبعا نحن سعداء اليوم بتوقيع 12 منذك التعاون في مرامج ثمان الاجتماعي التابع لشركة تنمية نفط عمان هذه المذكرات التعاون مع عدة من الجهات الحكومية والأهلية كما رأيتم هذا ينسجم مع أهداف أمم المتحدة تنمية مستدامة وأولويات ريال عمان 2040 سوف نشهد توقيع اتفاقيات أخرى من ضمن برنامج السلمان الاجتماعي طبعا نحاول أن نغطي معظم ولايات السلطنة في مناطق امتياز أو خارج منطقة امتياز عندنا نصيب كبير حقيقة من هذا المشاريع منها مدرسة ثانوية في إحدى النيابات وطبعا هذا يعتبر مشروع كبير جدا عندنا تكملت المركز الصحي في الولاية يعني الآن وبعد ما يكتمل راح يكون مستشفى عندنا عمل كثير من الصفوف في بعض المراكز الإدارية والنيابات الصفوف التعليمية عشر فصول إلى عشر فصل عندنا إنشاء ما يقارب أربعة عشر قاعة مناسبات اجتماعية في كل نيابات ومراكز وقورة وليث مريت اليوم الممشى الصحي تم توقيع عليه وتشمل هذه المبادرة مجالات وقطاعات رئيسة متنوعة منها شراء معدات طبية جديدة ستتولى وزارة الصحة توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية دعم الشركة تركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في طريق أدم هيمة وتقاطعات طريق حمر الدروع إنشاء ميدان لسباق الهجن في ولاية مقشن إنشاء ممشن صحي في ولاية ثمريت وإنشاء ممر مكيف في مستشفى إزكي يربط بين مبنى الطواري والمركز الصحي ودعم دراسة فنية تهدف لوضع معايير للحماية من الفيضانات والتقليل من آثارها على البنية الأساسية من خلال مشروع تجربي يتخذ من وادي الأخواسنة في محافظة شمال الباطنة تم في هذا اليوم توقيع الاتفاقية بين الشركة ومكتب والي هيمة لتمويل أحد المشاريع التنموية والخدمية المتمثلة في إنارة الجسور في طريق هيمة أدم مبادرة بنات عمان نظمتها شركة البيدي أو تستهدف بنات عمان في عدة مجالات منها المجال التطريز، تطريز اليدوي، الطباعة الحرارية والخياطة بشكل عام وصاحب حفلة توقيع احتفال الشركة بتخريج 75 متدربة في البرنامج التدريبي في مجال الخياطة والتطريز الرقمي الذي دعمت الشركة تنفيذه بالتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي العاقة في ولاية صحار إعلان شركة تنمية نفط عمان عن خزمتها الجديدة من المبادرات الاستثمارية المجتمعية لهو دليل على شراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع والمواطن يوسف بن سعيد الرواحي مسقط ترجمة نانسي قنقر